يوم واحد فقط يفصل بين إصدار ميليشيا الحوثي لحكم الإعدام ومصادرة أموال وممتلكات من تم الحكم عليهم وبين التنفيذ المحاكمات الغيابية لخمسة وثلاثين برلمانياً كانت بمثابة مسوغ لاقانوني لتنفيذ أعمال التنكيل بالخصوم والمعارضين السياسيين للانقلاب الحوثي لم يبق شيء في عاصمة اليمنيين المختطفة لم تلوثه الميليشيا حتى القضاء حولته من منصة للعدالة إلى إحدى أدوات الحرب مصدر برلماني قال إن عناصر نسائية مسلحة معروفة بالزينبيات اقتحمنا منازل النواب عبد الكريم الأسلمي وعبد الوهاب معوضة وصالح السنباني في صنعاء وأجبرنا عائلاتهم على المغادرة القوة الحوثية التي دهمت منازل البرلمانيين قامت بحصر كافة محتويات المنازل بهدف مصادرتها هذه المحاكمات الغيابية بحق السياسيين هدفها الأول مصادرة الأموال والاستيلاء عليها بعد أن بدأت تجف منابع الميليشيا المالية وفي نظر محامين فإن هذه أحكام قانونية لا قيمة لها وهي صادرة عن محكمة غير دستورية وسلطة غير قانونية تلك هي سلطة الميليشيا وذلك هو أسلوبها في التعامل مع المعارضين نهب وتنكيل وتهجير ترجمة نانسي قنقر